السلام عليكم يا أصحابي أهلا بكم في حلقة جديدة من الصندوق الأسود اللي هو زي ما أنتم عارفين وأكيد تعودتوا أنه دايما كله قصص حقيقية مية في مية حصلت معي من خلال مشواري مع كرة القدم اللي طبعا مكنتش لاعب أبدا فيه ولكن كان حاجات تانية كتيرة اللي هي خارج الملعب كلها طيب النهاردة قصة باختصار يمكن الناس تعرف عني ويمكن الناس لأ وعلى فكرة دايما بيجيلي في التعليقات أن الناس عايزة تعرف أكتر عني يعني فيه بعض الناس تعرفني كويس وفيه ناس متعرفش معلومات عني فالحلقات دي دايما هتديك بتشوية معلومات عني كده وإحنا ماشيين النهاردة بعض الناس تعرف زي ما أنا بقول أن أنا كنت منصق إعلامي لمنتخب مصر في الفترة ما بين 2011 ل 2013 في الجهاز اللي كان على رأسه الأمريكي بوب برادلي مديرا فنيا للمنتخب والموضوع ده طبعا كان وقتها غريب شوية ويمكن أنا استوعبت أنه غريب كمان لما كبرت شوية لما عد وقت يعني فهمت ليه الناس كانت مستغربة وقتها يعني يعني أنا بكلمك أن أنا بقية المنصق الإعلامي 2011 كان عندي 23 سنة وطبعا 23 سنة منصق إعلامي في منتخب مصر الأول بيسافر مع المنتخب مع ابو تريكا ومع الحضر ومع واقل جمعة وبيطلع مع مدير الفني في كل المؤتمرات وبيترجم له وحلقة واصلة يعني المترجم لأننا كنت منصق إعلامي ومترجم فطبعا اللي بيترجم لمدير الفني في المنتخب ده طبعا منصب ابن لزينة يعني حساس جدا لأنه يعني في الآخر ممكن تعمل كارثة بغلطة بسيطة جدا يعني فطبعا ما بيبقاش مسلم بالأمر لأي حد يعني ولكن عايزة أحكي لك هي جات إزاي لأن هي قصة متقسمة لشوية قصص لذيذة يعني أولا جات إزاي وبعا كده أحكي لك كم قصة كده عصلت وإحنا شغالين يعني في الوقت ده أنا كنت مزيع في خنات مودرن سبورت مودرن كورة لللي فاكر هي مكانت اللوجو بتاعها أزرق كان فيه مودرن الأورنج وفيه مودرن الزرق أنا كنت في مودرن الزرق ويمكن كان قابليها كنت في خنات الحياة وقابليها كنت في الفضائية المسارية كنت مرسل وبعا كده بقيت مزيع وأعمل الاتنين مرسل في الحاجات المهمة وبعا كده مزيع وكده بقيت مزيع طول الوقت في مودرن وبعد كده كان الصدفة بقى طبعا كان وقتها بنعمل برنامج اسمه كورة نيوز كورة نيوز ده كان بيزاملني فيه أو أنا كنت بزامل فيه إبراهيم فاق في وقت من الأوقات وكان معنا كمان مجموعة من الأصدقاء فصل زيدان وولدة عبدالسلام والدكتور إهاب الكومي اللي هو حاليا أنا واضح مجلس إدارة في الاتحاد وكان البرنامج جايما بيطلع فيه اتنين مزيعين بيطلع مرة الساعة خمسة ومرة الساعة واحدة والحاجة اللزيزة في البرنامج ده أنا احنا كنا بنعمل يعني مرة أنا وإبراهيم مرة أنا ودكتور إهاب مرة إبراهيم وفيصل زيدان بنعمل فيه روتايشن يعني والحاجة بقى اللي كانت صدفة يعني اللي كانت اللعبة تدور هنا كانت ان البرنامج ده كان من خمسة لغاية الساعة خمسة ونص وكان الكابتن مكدي عبدالغاني بيبدأ برنامجه على مودرن التانية السفرة الساعة ستة فكنا انا بخرج خمسة ونص هو بيجي خمسة ونص عشان نيجهز عشان يدخل الساعة ستة فاحنا لنا اللقاء دائم يعني هو برنامجه يومي كان اسمه السادسة مساء يعني فدايما بدأ ان احنا بنتعود ان احنا بنشوف بعض ان انا معرفوش خالص طبعا اعرفو كان نجمي كبير لكن ما حصلش بيننا تواصل وهو يعرفني لان احنا بقنا بنتقابل وبيشوفني على الشاشة وبيشوفني برا الشاشة لحد ما في مرة بعد كاس القارات لما منتخب مصر خسر من المنتخب الامريكا 3-0 بعد ما تشيني ببرازيل وايطاليا التاريخيين طبعا ومنتخب الامريكا وصل وكمل وكان مع بوب برادلي وبعد كده لما المنتخب خرج وعدى الوقت وكابتن حسن شحاته ماشي من المنتخب فبدأ يتكتب في الاخبار انه الاتحاد المصري بيفوت بوب برادلي للقيادة الفنية للمنتخب فطبعا وقتها لما قابلت كابتن مجدد عبدالغاني هو عضو مجلس ادارة في الاتحاد فسألت وقلت له والاخبار دي بجد فعلا بوب برادلي هيبقى موجود في المنتخب فقال لي اه يعني بنسبة كبيرة شكله كده هو اللي هيبقى جاي فقلت له طب ايه يعني مش عايزين مترجم مش عايزين مترجم دي على فكرة انا قلتها زيما انت كده لما يجي واحد يقولك انا مسافر امريكا يقوله طب مش تخده معك في الشنطة يعني اللي هو ايه اه كده يعني بقولها من باب ما عرفش من باب ايه باب الهزار من باب هل انا وقتها مثلا لو انا عني 23 سنة متخيل ان انا ممكن ابقى في الجهاز بتاع المنتخب مصر الكرة القدم الاول صعبة طبعا بعيدة اول ولكن بجد انا اقولكو حاجة مش مش مثالية يعني بس انا تعلمت دايما ان ايه ما فيش باب بيفتح ما غير ما تخبط عليه يعني الباب اصعب باب في العالم اه ممكن ان تخبط ومايفتحش بس لو مخبطتش اكيد مش هيفتحك اكيد لو خبط في واحد اللي يعني في واحد فانا دايما بلعب على الواحد اللي يعني في اي حاجة يعني انتو هتلاقيني لو حكيتلك انا حاولت اشتغل فين في اللي هتقول ده كان متخلف عقليلا بس ان دايما كنت خبط على ابواي بالمغلقة حتى اللي هيها الصعبة جدا انها تفتح فقلت له مش هاجين مترجم فقال لي مترجم انت يا ابني تيجي منصخ اعلامي ده انت واجهة مشرفة وطبعا ده انت حاجة مضيفة جدا ويعني استغربت الرد لانه زياني بقولك مفيش علاقة يعني والراجل عارفني بس من القناة فقلت له طب ايه نعمل ايه لو انت مقتنع قوي بالفكرة كده قال لي خلاص بص بكرة في اجتماع مجلس ادارة وانا هعرض الفكرة دي في الاجتماع وهطرح اسمك يعني وخلينا نشوف اللي انا ممكن تمشي ازاي طبعا انت عارف كابتن مجلس ادارة يعني مش مش شخصية ضعيفة يعني يعني مش مش هيروح كده لا لما بيعرض موضوع هو راجل له رأي يعني مش مش حاجة بسيطة فحصل فعلا اجتماع مجلس ادارة وبعدين اتصلت بك طبعا انا شبط بقى يعني انا بدأت ايه موضوع يسخن معايا فايه اكلمت في التليفون لكابتن مجلس ايه اخبار ايه عملت ايه الدنيا قال لي انا عرضت الفكرة وترفضت كلهم قالوا لأ بس انا طبعا لأ ده انا اتخنقت معهم طب انا ليه يقولوا لأ او انا مش جايب ابن اختي او انا عرفك ده انا برشح من باب الكفاءة فطبعا لازم لأ لما اقول رأي لازم يعني يؤخذ بي على اقل يتم النظر فيه يعني فاحنا اتفقنا في الاخر ان الدكتورة ماجل حلواني هي اللي هتقيم الموضوع يعني هتقابلها تعرف عليك تعمل معاك زي انترفيو او مقابلة وتشوف اذا كنت تصلح ولا قلتوله فير كلام محترف طبعا دكتورة ماجل حلواني هي والدة الكابتن حازم امام وهي كانت المسكة كانت عضو مجلس ادارة في الاتحاد وقتها وكانت مسكة ملف الاعلام يعني هي كانت عضو مجلس ادارة ومتولية ملف الاعلام في اي حاجة ليه حلقة بالاتحاد فطبعا المنصق الاعلامي يندرك تحت القصة دي فقال لي كلمها واخد منها معاك علشان تقابلها قلتوله كويس اوي فكلمت دكتورة ماجي اهلو سهلا انا عبد الرحمن اللي كنت بتتكلمه عنه النهاردة فقال لي اه تمام اه سهلا انا طبعا حابة بس انا اتعرف عليك اكتر بمنته طبعا الشياكة والزوق يعني فقلتلها ده طبعا حقك وينسبك امتى بكرة 6 اكتوبر المكتب بتاعه تمام فقلت بقى البدلة وروحت بقى طبعا ايه اللي هو انت بتتقيم دلوقتي فوصلت قلتلهم انا عندي معاد دخلت اول ما فتحت الباب وشافتني قالتلي اه تمام انا عرفاك من الشاشة بقى يعني ايه ممكن انت احيانا بتشوف واحد على الشاشة بتوش عارف اسمه يعني فما بتربطش الاسم مع الشكل يعني فاول ما شافتني قلتلي انا عرفاك طب تماما ارتاح عدنا نردش شوية كده مع بعض طب انت بتتكلم ايه بتعمل ايه المتابع كزا لغتك ايه كل الكلام دوت وطبعا كان تمام واحنا قاعدين قامت متصلة بالكابتن سامير زيار راح نطلعه عليه كان رئيس اللي اتحته عن وقتها وقالتلو انا مقدرش ادي كومنت على الراجل ده الراجل ده وجهة مشرفة جدا ويعني اضافة لأي مكان وما عنديش اي تعليق عليه بصراحة الراجل مام ايه فدي كانت البداية ان هي كانت بلغت الكابتن سامير زيار انه لأ راجل ده تماما فبدأ بقى الموضوع ياخد حيز بقى يعني تماما احنا كان فيه منصق اعلامي قبليك في المنتخب فالراجل ده هيكمل في الجهاز الجديد ولا لأ راجل قديم راجل مش 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 سهل كده انه يمشي يعني عشرة على فكرة يعني اللي كان قبليه ده مش سهل كده انه يتقال له انت مش موجود في الجهاز يعني فتتعمل ازاي بقى الموضوع وبرده انا بكلمك ان انا راجل مليش ظهر يعني في الاتحاد يعني مليش مثلا مش قريب حد مثلا مفيش حد اشتغلت معه مثلا من خمس ست سنين فهو اللي جايب موضوع مجرد ترشيح وكده مفيش حد هيتخنق لي اخناق جمدة يعني مفيش حد هيتصارع علي يعني ولكن مهم يعني فضلة الامور تروح وتيجي لحد ما فعلا تم الاستقرار اللي اللي بقى موجود في الجهاز الفني كمنصق اعلامي وبعد كده كان هيطلع يعني بدأ ان هو هيتم بقى اعلان التشكيل خلاص فعلى المنتخب كاملا يعني فبيتقل مثلا بوب برادلي مدير فني كابتن ضياء السيد مدرب العام كابتن سامير عادلي المدير الاداري فلما جاي الاعلان بتاع التشكيل انا اتقل بقى النهاردة هيتم الاعلان خلاص وانت موجود لحد ما رحت الاتحاد وبيتقل التشكيل قال تم تأجيل الحسم من موضوع المنصق اعلامي يعني تشكيل كله تقال المنصق اعلامي بس ده اللي لسه يعني طبعا لما الاخبار طلعت ان فلان بره وفلان جوه الدنيا خربت يعني ده مش سهل ارجع اقولك برضه انا مش 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 داخل في منافسة مع حد قليل يعني مهم يعني اه مع الوقت تطلع خلاص التشكيل ان انا منصق اعلامي والشخص اللي كان انا مش عايز انا انا طبعا مش متدق منه ولا انا ما بحبوش يعني انا بالعكس هو صديق ليه بس مش عايز اقول اسمه يعني دلوقتي ممكن هو محبش او حاجة ولكن الشخص ده اصبح هو ليه منصب تاني برضه مهم يعني في المنتخب ولكن مش المنصف اعلامي وبدأنا وبعد كده طبعا ايه بدأ ايه ان احنا دلوقتي هقابل بقى بوبرادي الاول مرة يعني وطبعا اتقال قبليها بحكم ان انا كنت مرسل مع كتاب تانا احمد شوبير ومزيع معاه ومعروف ان هو اللي يعني طلعني في المجال وهو طبعا صاحب فضل كبير جدا عليا كان دايما اتقال ايه ده الراجل ده هيبقى عصفورة شوبير يعني ان فلان صاحب الشهرة الواسعة هيتم استبعده من المنتخب يعني انا مثلا كنت عارف ان ابو تريكا مش هيروح اول اول مطش مثلا للمنتخب ضد ببرازيل كنت عارف ان ابو تريكا مستبعد مثلا فنيا يعني ابو تريكا مش هيروح كده بس لشان هو يعني ايه ما تمش اختياره كنت عارف معلومة دي من بدر ودي معلومة حرفين هيترج مصر فانت لازم تبقى عندك ضبط نفس انت القصة دي ما بتدردشش فيها مع ابوك وامك يعني حرفيا هي دي بتبقى اسرار عسكرية يعني فتخيلة بقى لما انت يتم تصدير للجهاز الفني او للمدير الفني ان الراجل ده اللي جايلك ده اه قابلت بقى برادلي يعني عشان اكمل لك قال لي انا كل الناس بتقول ان انت هتنقل اخبار يعني اول مقابلة قابلت قاله قال لي بص يا ابني انت كل الناس جات قالت لي انت هتبقى عصفورة واحد اسم محمد شوبير وان انت قد تشغال معاه وخلي بالك ده معوضوع طبعا يعني خطر جدا فقلت له لا انا على فكرة عارف خطورة المكان دوت وما فيش الكلام ده فقال لي عموما انا لازم عشان ما بقاش ظالم برضو انت هتبقى بالنسبة لي زي الورق البيضة انا معرفكش نهائيا ما فيش اي تعامل ما بيننا فانت هتبقى زي الورق البيضة انت اللي هتكتب فيها يعني ايه اللي هيحصل وتبقى تصرفاتك هي الفايسر في الاول والاخر يعني وطبعا بقت حاجة موترة بالنسبة لي اولا لان انت اولا حطيتني في خانة الناس طبعا اللي حوالينا يعني اللي هما طبعا يعني مش ممكن يكون مش كل ناس تحب الخير او البعض يعني في مجال الكورة وفي كل المجالات بس كل واحد بيشتغل في مجال بيبقى شايفه من جوا عامل ازاي يعني فانت حطيتني في خانة ان لو تصرب خبر هبقى انا اول واحد متهم فيه يعني فحتى ما بقيت بحاول في الاول ان انا ما احضرش الجلسات اللي هي يعني بتبقى فيها معلومات اول بقيت حاول ان انا هتجنبها كمان عشان تبقى انت عارف ان المعلومة الفلانية دي تقالت انا ماخدش موجود اصلا ان لو يوم ما تطلع ايا مش من عندي يعني وبدأنا بقى كان اول مباراة لينا في مع الجهاز ده كانت مباراة دية ضد البرازيل في قطر ودي كانت اول ماتشو طبعا حجم اللي بحادث بقى ولقيت نفسي محطوط في يعني اول ما وصلنا قطر اعملوا اجتماع مناسخ اعلام المنتخب مصر ومناصخ اعلام المين منتخب ببرازيل فالهو انا رحت اعطي في اجتماع مع واحد ماسك منتخب طبعا منتخب ببرازيل وقتها اللي احنا لعبناه كان هالك وديفيد لويز وتياجو سيلفا لعيبة كتير جدا حتى صورت معهم بعض المباراة يعني وطبعا انت بتحضر كمترجم يعني بتقعد جنب المدير الفني في احدث بالشكل دوت كان بداية بالنسبة لي فكانت حاجة كويسة جدا من الحاجات بقى اللي كانت دمات قيل مثلا يعني مواقف مثلا اللي كانت بايخة جدا ان طبعا طبيعي طبيعي يعني في سنة الحياة يعني اي مدير فني بيصطدم بالاتحاد في اوقات يعني في بعض الوقات كان فيه شخصيات مهمة جدا جواه للتحاد ممكن يجي فبيبقى فيه يعني مثلا حوار حد مثلا ما بين المدير الفني مثلا والراجل ده فانت بترجم احيانا حاجات صعبة يعني بترجم خنائة حرفيا بترجم واحد بقول لتاني ما انفعش انت كذا وده بيقول له كذا فلو انت بتقول له حاجة اصلا لو ترجمت هلو ممكن يعني يعني ينفجر فيك مثلا فطبعا مهم جدا ان ترجم بالشكل السليم جدا لازم توصل له يعني في النهاية دي حاجة دي امانة يعني من مثلا الحاجات اللي كانت برضو حساسة بالنسبة لي انه بيجي في وقت مثلا بيطلع تصريحات من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد او من شخصيات مهمة جوا الاتحاد تصريحات بتتكلم عن بوب رادلي مثلا تصريحات احيانا سلبية تصريحات احيانا نعرف ان هي يعني ما تنفعش يعني حاجة مش هتبقى مرضية بالنسبة لبوب رادلي طيب هل التصريحات دي ام مطلوب مني ان انا اترجمها ولا انا بالنسبة لي شايف ان مطلوب مني طبعا ان انا نقل الصورة كاملة ده مينفعش يبقى مجرد ان هو ما بيعرفش العربي فدي تبقى حاجة سبب ان هو يبقى مثلا مغيب عن حاجات بتحصل حواليه ولما انت بتقول ان انت مترجم فبالتالي انت اللي بتعوض حتة فرق اللغة دي انت بتعوض فرق اللغة دي في كل حاجة يعني يعني لازم برضو تبقى انت عينه في بعض الامور فكان يجي مثلا اوقات مجرد ان هو مسلا يبقى عارف ان اتكتب فيها واحد اين تلاتة والبعض فيجي ناقش الناس دي في الموضوع يعني يقول له مثلا اللي يا جماعة الناس بتتكلم في واحد اين تلاتة والبعض ما ينفعش مش عارف ايه فيبصوا لي انت بترجم له الكلام ده ليه انت ما ينفعش ترجم له الكلام ده وقت ما ترجمهش الكلام ده وانا قلت طبعا بقلتها يعني مش هزول الغشومية كان ممكن يعني قلت بقولهم لا انا هترجمه كده كده على فكرة يعني انا كل حاجة اتقالها هترجمه عشان مستبقوا عارفين طبعا بقول الكلام ده الواحد صاحب قرار في الاتحاد يعني مش 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 واحد خفيف مثلا ما قلتش بسايس اموري حتى يعني كان ممكن احيانا بدا تعلمته بعد كده انت النهاردة مثلا بيكلمك واحد صاحب قرار حتى لو انت ناوي تختلف معاه ما ينفعش تداله في وشي برضه يعني ممكن في وقتها تقوله طيب تمامي وبتاعه وبعد كده تبقى تروح له في وقتها قادر لا انا كنت بقى ايه على الله بقى يعني الصدم يا الله نصطدم طب انت مين قص عشان تصطدم يعني فكان جوه الاتحاد فيه ناس بقى طبعا ضد الفكرة مثلا زي مهان صاحب المجاهد مثلا كان مهان صاحب المجاهد كان وقتها طبعا مهان صدراء في الاتحاد وكان متبني ان الراجل ده ما ينفعش يبقى في المنتخب ابدا لدرجة ان انا مرة قابلته جوه لت مبنى الاتحاد وقلت له هو حضرتك ايه مشكلتك ان انا منصق اعلامي في المنتخب قال لي انا وعلى فكرة فيه ميزة يعني ان هو بيصدر معك واللي في وشك هو زي اللي في ظهرك يعني هو عمره مثلا ما يجي يقولك انا على فكرة في ظهرك وبيجي هناك يقولهم انا مش عايزه لا هو كده زي هنا فانا عشان كده ما قابلت قلت له هو حضرتك ليه ايه مشكلة يعني ليه كلك تم اعمل اسدارة اتناقش ان انا ان انا امشي ليه يعني خلاص انا اتعينت كلك تم اعمل اسدارة بقى اترح لازم نستغل على منصق اعلامي يعني ليه طب يعني ايه فكرة موجود خلاص انا عملت لك مشاكل اه فكان دايما يعني هو ضد الفكرة دي فانا اقول له ليه يقول لي انت ما اتدركتش في المنتخبات مفيش حاجة اسمعها واحد عنه 23 سنة يجي يشتغل في المنتخب الاول دي بالنسبة لي ما تنبعش فريق دي كانت من المواقف بقى اللي بجد كانت كانت جامدة او مع موان صاحب مجاب بالذات يعني تحديدا كنا في سفرية في اسبانيا كنا باللعب منتخب شيلي ودي في ناس بتخلط بين مطشين مع شيلي فيه مدش مع شيلي اللي هو ثلاثة اتنين اللي كان في شيلي مع الكابت ان شاء ايه غريب انا不 بتكلمش عن المطش ده انا بتكلم عن مطش مع شيلي كان ودي خلص واحد واحد في ملعب فيزنتي جلترون في ملعب قتلتكو مدريد وملعب مطش دة كانت في مدريد يعني في اسبانيا وكانت طبعا ايه كان معانا بالمجاهد رئيس البيعسة كان بقى علاقة علاقة نشأت بقى ما بينه وما بينه بقى فيه صداقة طبعا وصداقة أسرية وكان هو مع المدرب الأحمال كان اسمه طوميك كازماريك كان رجل بولندي بقينا أصدقاء كلنا فاتقال إن بوب رادلي قالولي يعني إن هم هيقعدوا في مدريد بعد المصر عشان يتفرجوا على مصر رايي مدريد وإزبيلية في الدوري بما إن إحنا في مدريد يعني فروحت طبعا كانت الشركة المنظمة للمباراة فيها شاب كده سويسري لتصحبت عليه فبقينا إيه تنظيمية مش عارف إيه بتاع الراجل بقى إيه حبيبي وبكلمه وبنروح وإن يجي يعني فطبعا قلت حلو ده قاعدين في مدريد طب كويس هعوض معاهم بقى ونتفرج على ماتش ريال مدريد مع بعض فروحت برضو للمغانسة حمال مجاهد وقلت له أنا بستأذن حضرتك طبعا هو في بوب رادلي قاعد في مدريد بعد الماتش فهستأذنك إن أنا هعوض معاه يعني مش هرجع مع المنتقى قال لي بالزبط كده قال لي تمام مفيش مشكلة هل دي تبدو مثلا فيها حاجة لا باينة تمام مفيش مشكلة يعني ما تنقش معاه في المضوع مليش مثلا ليه طب ما ترجع لا 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 قال لي تمام مفيش مشكلة قاعدنا وببساطنا وكان ماتش ريال مدريد وإيشبلية وخلص أربعة واحد لريال مدريد وكريستيانو جاب تلت جوان يعني حاجة جاملين عظمة يعني قاعدنا يومين عظمة هناك رجعت لقيت يعني قريت مش مثلا حد يبلغني قريت قالك محاولين عبد الرحمن المجدي للتحقيق المنصخ إعلمي أنا برضو يا جماعة يعني بتخطف فأنا صغير عالكلام ده للتحقيل في التحالي الكرة إيه ده ليه بس عملت إيه فقاله أصل هو قاعد هناك مرجاش مع البعثة بدون إذن فطبعا حرفين بقى زي ما بقولك أنا برضو وقتها سن صغير يعني أنا أنا الصدام لم بقى معيها حق بروح أصطدم بقى وده مش دايما صح منشان بس تبقى فاهم يعني فيه حق أخذ الحق حرفة زي ما بيقولوا يعني كانش عندي بقى الموضوع ده ساعتها فروحت بقى إزاي ودوت مش حعرف إيه وده كده كذب كده كده ظلم مش حعرف إيه بتاعه لحد ما قابلت وانسح من مجالت قلت له هو أنا مجيت لكش واحنا في الملعب في التدريب استأذنت منك إن أنا عاعد بعد المنتخب فقال لي آآ انت جيت فعلا بس انت جيت كنت قريدي مغاير التذكارة يعني انت غير التذكارة قبل ما ما تستأذن منك قلت له عمنا إنه مغير التذكارة مش مغاير أنا خدت مبلغ فعلا الشركة إن أنا آآ بنسبة تسعين فمية هاعد بس بس أنا جيت استأذنت عاك إنه ينفعت يطلع علي إن أنا رجعت بدون إذن يعني إن أنا إن أنا عملت ده بدون إذن عشان مثلا بعد كده يطلع بقى قرار إن بقى إن أنا مثلا يتم بقى استبعادي من المنتخب وعلى فكرة بمناسبة يعني بعد عدة كم شهر وفعلا استبعدوني من المنتخب طلع قرار مجلس الدارة بالاستغناء عن المنصخين الإعلاميين اللي هو ما فيش غير واحد اللي هو أنا كان إن ستصيغها كده يعني إن المنتخب الأول ومنتخب الأول ومنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب بس هو ما كانش فيه أصلا في المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب فهو أنا بس يعني وبعد كده عدت 3-4 شهور بوق بقى قد طلب إن أنا رجع وكده ورجعت تاني كان فيلم يعني ولكن عشان ما طولش بقى في نفس الهارية يعني كان وقتها بجد ناس كتير جدا يعني مستكترة جدا ان انا ابقى موجود ازاي ازاي انت عندك اقل من خمسين سنة يعني انت حركت ملكش دول عاد تكسر خمسين طول سلامه عليكم لكن انت 23 سنة ويمكن وقتها انا مخدش حاسس بايه الغرابة في الموضوع ممكن دلوقتي اه لو سمعت ان حد مثلا عنده 22-23 سنة ممكن اه بفتدي ان انا دور شوف هو دامه اهلاته ايه او كده ولكن كانت عملية طبعا صعبة جدا لقيت نفسي بتعاقب على حاجات احيانا غريبة جدا يعني مثلا في مرة كنا في عمان وتصورت صورة كنا في مدينة صلالة واللي يعرف مدينة صلالة دي مدينة صلالة دي يعني جنة الله علي الارض يعني يعني كأنك في سويسرا حرفيا في خضرة في صلالة حاجات مذهلة يعني افتح كده جوجل اكتب صلالة عمان الطبيعة مثلا اكتب كده وتفرج المناظر اللي هتشوفها يعني طبعا انا تصورت هناك وبتاع وبعدين ايه نزلت صورة على الفيسبوك كده يعني يعني صورة يعني انا لابس اه لابس المنتخب بس في وسط خضرة كده صورة انا على جبل تقريبا حاجة زي كده وحتى الخروجة دي يعني كان راجل عماني جاء لنا خرجت معا انا وكبت سامير عادلي يعني مخرجتش مثلا هربت لا ده انا ومدير المنتخب كان معايا يعني وتصورنا صورة صورة ونزلتها والله العظيم تلاتة اقسم بالله جاء لي زي تحذير كده من الاتحاد برضو ان انا بصرب كواليس المنتخب بصرب كواليس المنتخب يعني يعني الكواليس وقتها متبعة لشركة اللي هي كواليس اللي هي ايه لو صورنا واحنا في الطيارة واحنا نزلين في المطار واحنا بناكل مش عارفة عاملين التدريبات مش عارفة عشان انا نزلت صورة لي عالفيسبوك بتاعي مش مثلا في اليوم السابع يعني نزلها عالفيسبوك بتاعي انا قالك بصرب كواليس المنتخب وحاجات من هزا القبيل طول الوقت يعني يعني اي حاجة تعملها ايه ده ازاي عمل ده عمل وساو لا ده راح وجيه ده قيل ما عرفش ايه وما ينفعش يقول ده ترجم اللي برادلي حاجات مش مفوضة ترجم حاجات بقى يعني بقت صعبة جدا فكانت النهاية في الموضوع ده ان انا بعد كده جالي عرض وقتها من قناة يعني كنت وقتها تخنقت بقى وبدأت اخد القرار ان انا يعني ما بقاش موجود يعني لو في فرصة بقى ليا في حاجة تانية وطبعا بدأت اسعى في كذا حاجة وجالي فعلا عرضي من قناة يعني كان عرض كويس جدا حتى كمان ماديا وكمشروع كان كويس يعني المشروع ده دمره طبعا الاحناس برسعيد يعني بس وقتها كنت رحت قناة تانية قناة بقى اشتغلت فيها وكانت كويسة جدا فقدمت استقالتي من الاتحاد الكرة يعني من المنتخب كان بقى قبل بقى التصوات الاخيرة بقى وماتش غانا والكلام ده ووقتها وبعديها اما قابلت موانسة احنا من الجهد قال لي انت عارف انت مفروض يتكتب مفروض في اتحاد الكرة يتكتب فيه ان انت ممنوع من دخول الاتحاد مدى الحياة قلت له ليه يعني قال لي تستقيل من الاتحاد قلت له ولا اي حاجة خلص يعني ارجع ان شاء الله الاتحاد في يوم الايام وكانت دي الاعجاب هو اولا انا بحاجة بموانسة احنا جهد في حاجة ان هو ايه زي ما بيقولك كده يجيلك في وشك اللي هادها لك في دهرك هادها لك في وشك كمان ولكن طبعا كنا مختلفين طول الوقت يعني في الرأي وانا مش هحط نفسي ندي معاه هو طبعا راجل راجل قيمته كبيرة جدا انا مقتنع ان هو راجل صاحب فكر ومقتنع ان هو صاحب مواقف مقتنع بكده ولكن انا ممكن وقتها كنت من الحاجات اللي هو وجهت نظره فيها العكس يعني زعلت بقى في حاجات زي اللي انا حكيتها ولكن بشكل عام دلوقتي بقى عدى يعني فوق العشر سنين فطبعا القصة خلاص بقت بالنسبة لي نسيتها يعني ولكن دي كانت قصة يعني بتاعت ازاي منصق اعلامي اللي المنتخب الاول يشتغل وهو عام طبعا عشرين سنة قضيت سنتين فيهم حاجات بصراحة لم يبراجع بالذكريات لا جمدة اوي انت بتتكلم ان انت بتقعد بالعشر تيام وبالاسبوعين مع مين؟ مع نجوم مصر يعني نجوم مصر التاريخيين مش نجوم مصر وخلاص يعني عسام الحضري وقى الجمعة محمد ابو تريكا عماد متعب محمد زيدان محمد شوقي حسام غالي احمد فتحي احمد حسن اقولك ايه؟ كل الناس يعني النيني وصلاح يعني ما عرفش ازاي نسيتهم برضو بس هما كانوا وقتها بالنسبة لنا لعبين صاعدين يعني هما جم معنا المنتخب كان اول مرة يجوا منتخب مصر انني وصلاح وقتها من المقاولين كان اول مطش رسمي ليهم في المنتخب مصر على ايدي يعني وانا موجود في الجهاز ولعيبة كتير بقى ومحمد ابراهيم وعمر جابر وأحمد الشناوي وطبعا من وقتها فيه لعيبة كتير قوي بقى كوكا شريف اكرامي كتير كتير جدا جدا يعني كان طبعا ما برجع بالذاكرة اقول انت كنت قاعد مع الناس دي عادي كده يعني صحابك وبتاع وعايزين نخرج نروح مش عارف فين ونجي منين كانت ايام طبعا ومطشات واستاذات وسفريات وفي اي بي بتكلم في منتخب مصر انت بتكلم في حاجة هما الصفوة وهي اللي بتمثل مصر في الرياضة الاهم في العالم الاهم في العالم يعني بتنزل تروح تسفر الامارات استقبال رهيب مثلا مش عشان يعني عشان المنتخب عشان بوطريكة عشان الناس دي عشان عشان محمد زدان عشان الناس دي يعني فانك بتعيش التجربة دي كانت بصراحة بالنسبة لي حاجة جامدة جدا والغاية دلوقتي انا لما حد بيسألني انت مين اسمك ايه بتعمل ايه انا اه كنت طبعا مزيع وكنت وكين لعبين وكنت 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 لكن انا بقوله انا اسمي عبد الرحمن مجدي انا كنت مناصق الامار المتخب مصر لو انا هلخص في كلمتين لو عندي وقت هشرح له الباقي لكن لو ما عنديش وقت انا دي اول حاجة هقولها لان ان انت بتمثل مصر ده مش كنت فاكر ان الموضوع ده شعار لزيز يعني لكن لما اول مرة واقف على الدك يعني قاعد على الدكة وتقال هيتقال النشيد الوطني منتخب مصر فانا واقف مع الناحية اللي بتمثل مصر اخسن بالله جسمي عشرة حاجة ما تتوصفش مش مش عشان يعني بقولك حبك هالدرامية يعني ده حقيقة حقيقة انت بتبقى واقف بالاستاد بيتقال النشيد الوطني بتحس ان انت يعني جالك كده جسمك كده حسيت برعشة يعني فما بالك لو انت بقى من الوطني منتخب مصر اللي الناس دي بتمثلوا وانت اصلا قاعد معهم فما بالك كمان لو لعيب بقى طبعا عشان كده يعني هي بتبقى كل واحد في مكانه وكل واحد في دوره يعني دي كانت القصة عن ازاي بقيت منصق الوطني منتخب مصر شوفكو في قصص اخرى من الصندوق الاسود مع السلامة